موسيقى نتيجة فإننا نقول أن الحوارات ما زالت متواصلة وهذا في حد ذاتها إيجابي ولكن في الأسبوع متواصلة الحوارات من غير حولولح كيف؟ لنجاوبك على هذا وقت لقد لك رأوا فما بوادر انفراج نحن شخصيا اعتمدت على مجموعة من المعطيات في ذلك الوقت اللي كانت فعلا تنبأ جميحا وإني ثم توافق في الأفق ولعل اللي قال جماعة سيد رجل الغنوشي بالباجي قيد سبسي كان أيضا ما كان حتى حد ينتظره سوصل معناها حديث عن أنه قاع أولا سعى هذا اللي قاع في حد ذاته هو حدثه من جهة أخرى أيضا هذا التقارب لم يكن ليحدث في السابق لو لا الجو الإيجابي اللي كان متوفر فيما يتعلق بسير الحوار وبالتالي اللي قلت كان في مكانه وكان بالإمكان في أسبوع الفارض وأنا نصله إلى نتيجة إيجابية ولكن مهم يكون من أمر فأن الحوارات متواصلة والاتصالات متواصلة أيضا ونتمنى وإن شاء الله وأن نصله إلى نتيجة إنتي توسيلة حبيب في عضو مكتب سياسي في حزب تكاتل اللي هو في السلط وفي بالك معناه بالحوارات وتقول إن شاء الله بقدرة ربي بش نصله معناه وكأنه ما فهمش مؤشرات على أنه بش نصله لحال خاصة الوقت اللي نتحدث على الاجتماع البارحة متاع ترويكا اللي ناس كل تحدثت على أنه صارت في برشامونة وشيت ومعناه ملحبش نقول كلمة عاركة هاكا ملحبش نقول هنا كلمة عاركة بين الترويكا وناس تتحدث حتى على اندثار الترويكا على أنه ترويكا معاش موجودة اليوم لأنه مختلفة حتى في قرارها سياسي وفي اختياراتها اليوم للأزمة الحالية مختلفة نحبه ولا نكره معناها فين شوف هو ساعة معناه الحديث على أنه هناك بهذا الوصف المبالغ فيه شوية طبعا هناك رؤى مختلفة من بدون أن شك رأي التكتل قد يكون فيه يعني نظرة معينة إلى هذه الفطرة وكيفية الخروج منها والطرف الآخر وهذا بالعكس التنوع موجود في الترويكا منقبل يعني منقبل حتى في التنسيقية العليا وأنا كنت عضو في هذه التنسيقية وكانت تصير نقاش جدي ونختلفه في عديد المواضيع يعني مايش أول مايش جديدة وربما لحدة ربما الأزمة أيضا في هذه الأيام وربما سعي كل الأطراف إلى إيجاد حل في أسرع وقت ممكن لأن الأزمة مستفحلة فربما هذا أولى على أنه ربما نقاش حادة وما إلى ذلك إيش نوع معنى أخويت تنتمتها في الترويكا أخويتها والترويكا إيما أقولوش مش مسألة أخوات نحن يعني هو أنا ذا إتلاف سياسي يعني مش مسألة عاطفية وأخلاقية هي مسألة سياسية بالأساس وكل حزب بدون أدنى شك عنده رؤاه وعنده برنامجه للخروج من الأزمة بدون أدنى شك يطرحوا على طويلة الترويكا كلهم يدلي بما له وما كيف يعرعي الخروج بالأزمة وطبعا نصل إلى حل اللي يحافظ ربما على توجه عامل الترويكا وهذا أعلن يعني هناك إعلان كونه أو اتفاق وهذا سيبلغ إلى الربعية المشرفة على الحوار وهما على حد علمي ما أنا في جلسة الآن لتبليغهم بهذا كونه أنه المشكلة شنوه هو قبل هذا المشكلة مشكلة ثيقة بين الأطرف السياسي وقلتها حتى في الحس السابق قلت ثم أزمة ثيقة يلزم كل طرف يعطي التمأنين للآخر بشي أمن ويواصل معاه المساعر نحن محكومين نروا بشي نواصلوا مبعضنا وهذا المشكل والتوافق أول ما يتطلب أول متطلبات التوافق هي التنازلات من هنا وهناك مش أنا نتمترس في موقفي ونقول هيا هذا يا العدم يعني كل من الطرفين يجب أنه يميل ويجي للوسط نرجع لك بالنسبة للطريقة ترحت حل لأنه في السابق كان ما تروح شنوه جيها تطالب باستيقالة فورية للحكومة فورا وبدون شروط يعني بما يترتب عن ذلك يعني وكأن الحكومة يعني هذه ما نرش منصبها ولا معينة ولا جات من المريخ هي حكومة منتخبة نبع عن مجلس وطني تأسيسي حايزة على أغلبية إلى أخيره والأغلبية إلى حد الآن مزلت موجودة لم يسحب منها ثقة ولكن أيضا المرحلة قلنا تتطلبوا وأن هذه الحكومة تسلم مهمتها إلى حكومة أخرى تشرف على بقية المسار الانتقالي وخاصة على الانتخابات بيش تجلب التمأنينة إلى جميع الأطراف السياسية وتخليهم يخوضوا الانتخابات في جو ملاءة وبالتالي يشتروا الانتقال قلنا أولا أن هذه الحكومة الحالية تعبر عن استعدادها للاستقالة قبل بدء الحوار ثم يقع في بحر ثلاثة أو أربعة أسابيع المصادقة على الدستور اللي مبقى فيه حتى ير يلمون لتوافقات وسط التوافقات كبيرة وكبيرة جدا في ثلاثة أربعة أسابيع تقع المصادقة على الدستور حينئذ تقدم هذه الحكومة استقالتها وفي الأثناء ينطلق الحوار الوطني في أثناء يقع تكليف الشخصية الأجدر بتشكيل حكومة الغير المتحذبة التي ستشرف على تسير الشأن البلاد في الفترة حتى لوصلنا للانتخابات يعني هذا التصور معناه كان فيمتك سي حبيب اليوم معناه كأنه موقف التكتل تغير نوعاً ما لأنه كان التكتل مطالب بحكومة كفاءات كحل للأزمة الحالية بالتالي أن الحكومة الحالية تمشي على روحها ويتم التوافق حول حكومة كفاءات جديدة وحركة النعضة كانت قدمت للمقترحة أن الحكومة متاع الكفاءات يتم التفاهم أو الاتفاق عليها يوم 23 أكتوبر معناه المرحلة التأسيسية تقوم بها الحكومة الحالية ثم بداية من 23 أكتوبر نتفهم على حكومة كفاءات هون يوليتهم متفاهمين معناه التكتل مع ترويكا في النقطة هذه لا الترحة الأول مهوش الترحة الثانية الترحة الأول كان يتحدث على فطرة متولة نوعاً ما يحكي على أكتوبر وربما نوفمبر إلى آخير بالنسبة للترحة هذا يتحدث عن فطرة محدة أولاً مسألة إعلان عن استقالة الحكومة ما كانش موجود إعلان عن الاستعداد لأن هذه الحكومة تقدم استقالتها ما كانش موجود وهذا تم التوافق حوله الاثنين هو أن المدة المطلوبة هي مدة المصادقة على الدستور فقط يجب أن نضعه في بيننا شيء مهم جداً الذي يصادق على الدستور هو المجلس الوطني التأسيسي والمجلس الوطني التأسيسي فيه توازنات معناها سياسية معينة ثم حزب النهضة عنه 89 نائب ثم معناها كتل أخرى مساندة يعني كنجون شوفوا نلقاوا وكونوا راهوا للوصول إلى المصادقة على الدستور تبقى ما يتطلبه التنظيم المؤقت للسلطة راهوا لابد أنه يصير توافق بين الأطراف السياسية الكلة بطبيعة بما في ذلك حركة النهضة والترويكا من نجموش اليوم نحكيه على مسادقة على الدستور ونطلبه مجيهة الأخرى نقوله استقالة الحكومة فوراً لأن هذا سمحني في الكلمة معناها فم جانب كرامة هنا نقول أنا سمعت منذ حين أحد ديوفكم يقول استقالة فورية للحكومة واعترافها بفشلها يعني هل ينقل أن نتصور أحنا أنه جي حكومة منتخبة فتعلن عن استقالاتها وتقول أنا راني فشلت وندخله في متاهة معنا هذا غير ممكن إذا نتحدث على التوافق ما عنده حتى علاقة يقولك يقولك التخويف من المتاهة ومن الفراغ إذا كان الحكومة الحالية استقالت لا لا ما قلتش فراغها أنا ما حكيتش على فراغ قلت ثم توازنات داخل المجلس الوطني التأسيسي لأني الغاية نتعنس كل شنوه هي هي إتمام المرحلة الانتقالية وإتمام المرحلة التأسيسية اللي بيش تتوج بالمصادقة على الدستور والمصادقة على الدستور تتطلبوا توازنات معينة راهوا التوافق لا يأتي بالرأي الأحادي بل توافق أنك تاخذ لهذا طرف جزء من رأيه وهذا جزء من رأيه حتى نتحصل على رأي وسط نتكاملوا نقدموا شوية سي الحبيب معناها بالنسبة لي اليوم للترويكا هي مجمعة أو متفيقة على أنه الاستقال الحكومة تقول أوكي بيش نستقيل نعم كأنه فكرة تقولوا إحنا التلويح بالاستقالة استعداد تعبر تقول راني بيش نستقيل في بحر ثلاثة أو أربع أسابيع بإنهاء المصادقة على الدستور بيه وقت انتوما تتفاهموا على الدستور انتو نستقيل هذا يلزم الحكومة شو تقول هكا ولا لا بيه بتكوين حكومة بعد المصادقة على الدستور نعم بيه هذي اليوم المتفاعلين ونطلوش ينقوموا بحكومة سمحني هنا لابد من التدقيق وقتها بش ينطلق الحوار عندما ينطلق الحوار سيقعد توافق رأسا وبدون يدنا شك عن الشخصية الأجدرة والأقدرة على تشكيل الحكومة الغير متحذبة التي ستكملوا المعارضة نسمع فيها اليوم تقول لك يلزم الاستقالة ثم البداية في الحوار يعني ما قدمني شخصي الأحبيب أنا سألتني على المبادرة الترويكا والاجتماع الترويكا جوبت قد لك هاو شو اللي يحصل البارح وهاو شقدمنا اليوم للربعية المشرفة على الحوار وبش ناخذ من عندها بطبيعة رأي بقية الأطراف السياسية ورأيها هي أيضا بوصفة رعية للحوار وتسعة وعلى رأس الاتحاد العام تنسي الشغل اللي حقيقة يعني يبذلوا في مجهود كبير من أجل الوصول إلى توافق ويسعوا إلى لمب جميع الأطراف السياسية لإنهاء المرحلة الانتقالية على معناها وإصال البلاد إلى شرط الأمان اليوم السيد مصطفى بن جعفر يقول أنه قام بتجميد الراتب متعه شنو الهدف من الخطوة هذية أيضا نسمع اللي حركته فيه مثلا أنت حابت قدم قضية بالسيد مصطفى بن جعفر باعتبار وقف أعمال المجلس الوطني التاسيسي وقانونا ليس مخوى له القيام بذلك الله يشوف أنا ما نحبش ندخل فيها الجزئيات القانونية هذية اللي نحن متأكدين وكون القرار اللي خذاه سيد مصطفى بن جعفر هو قرار له سند قانوني ولكن هو بالأساس قرار سياسي ونحن في حزب التكتل ندعمه ودعمنا وندعمه ونسنده سيد مصطفى بن جعفر في القرار الخذاه لأنه نعتقده أنه قرار الصائب في الوقت هذاك بالذات كان ضروري حتى يحفظ دم التونسيين نقولها بكل صراحة لأنه في الوقت هذاك لو بقتل أمور مسايبة ربما هرى وكان الحوار في الشارع ما هوش في المكاتب وما هوش في المؤسسات وإنما رو صار في الشوارع وعنده إذن نقوله ياريتنا فسيموسة لما اخذاه هذا القرار وليدعمه فيه حزبنا دعم كامل فالقرار هذاك مكن من امتصاص حالة الاحتقان وركز ضغط على الأطراف السياسية ودعاها إلى الحوار والحوارات تواصلت إلى حد الآن لو لم يكن ذلك القرار الآن في النفس الشيء تقول لي هناك من يسعى إلى نسمه في أحديث وسحب ثيقة وإلى آخر هي وحالة شغور وتعويض وما إلى ذلك نجاوبك نقول لك وأنه عمره تكتل ولا سيد مصفى بن جعفر كان بالنسبة له هو المنصب أو الكرشي أو يمثل هو الهاجس الأول لا في ذهن ولا في ذهن الحزب وانتم تتذكروا بالجداوة كونه هذا الحزب حزب التكتل المعنى خلى الريش في الثنية هذه لما تخلى الاتلاف ودعاء إلى حكومة المصلحة الوطنية في ذلك التاريخ هو اليوم نشوفه كونه ناسة اليوم تدعي لهذه الحكومة اللي في الوقت ذلك كانت رفضتها لأنه في الوقت ذلك لو كانت قبلت رأنا اليوم وصلناش اللي وصلناه على كل حال فإنه كذلك لما أخذينا أيضا سندنا سيد حمد جبالي في مبادرته نفس الشي عمرنا ما عرنا مسألة الكرسي لأنه تعرفوا حكومة الكفاءات اللي دعالها جبالي ما نحن نكونوا موجودين فيها نحن نقل عمرنا ما عرنا هذا لما دعينا إلى تحييد وزارة السيادة نفس الشي لما أخذي سيد مصفى بن جعفر قارة تعليق المجلس أيضا كان يعلم جيدا وأن هذا القرار قد يؤدي إلى إقالته أو أي شيء ربما مشابه لهذا ومع ذلك اتخذ قراره مراعاة للمصلحة الوطنية لأكثر ولاقل واليوم إذا اقتضعت المصلحة الوطنية وكونه سيد مصفى ياخذ القرار المناسب بشي ياخذ بقطع النظر عن ما يقال من ليش مثلا جمد راتبه ثم إذا كان سيد مصفى بن جعفر استقال أو ربما تم تعويضه بشخصية أخرى من المجلس الوطني التأسيسي شنو بش يكون موقف وزراء التكتل في الحكومة الحالية لكل حادث حديث هذا من قبيل ربما الاحتمالات التي قد تجد لديك أساس نحن مراوش على الأقل في المرحلة الهدية ذلك وإذا ما حصل هذا فسيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب وأظن أن القرار الذي سيتخذ أيضا سيراعي في الجانب الأول والأخير مصلحة البلاد ولا شيء غير ذلك مواضح وعليش سيد مصفى بن جعفر جمد راتبه متاعه دونك البيوت معناها الهدف منه الضغط على المصاريف وإلا هي مسألة رمزية وسياسية يعني مسألة رمزية وسياسية باعتباره أنه أنه ثمش كنت حدث على تعليق أشغال المجلس ويقبضوا في الرواتب وما إلى ذلك وتتفكر بالقداية هاك العديد اللي معناها الانتقادات اللي صارت حول الترفيه في أجور وغيره وجوبنا عليها في حينها عمره ما كان الجانب المادي يمثل أي معنى بالنسبان للكرشي ولا الراتب ولا غيره فهي مسألة رمزية وسياسية ورسالة أكثر من حاجة أخرى اليوم نسمع اللي في المعارضة يقول لك أو جبهة الأنقاذ يقولوا وحتى لما الاتحاد العام توسي للشغل كان بحثينا البرح سيد سيمي التهري وقال سنتخذ خطوات أخرى إذا كان في بحر هذا الأسبوع أو في نهاية هذا الأسبوع لم نتوصل إلى حلول متقدمة مع الترويكا ومع أطراف الحوار شنين موقفكم من هذا؟ والله نحن مبدئين توا شوف كل ربما تصريح أو قول من شأنه وأنه ربما يزيد يوتر أجواء المفاوضات نحن اليوم في مفاوضات جارية على قدم وساق وانت تلاحظ وكونوا الاتصالات متواصلة وبالتالي أي ربما تصريح يشنج فالتصريح المتشنج من هنا وإلا أن نقول نحن المتعنت من هناك لا يقدموا في الحوار شيء ولا يمكن أن يوصل إلى نتائج أنا أقول نسعى لكلنا في الحوار لإيجاد الحل الوسط اللي يضمن للناس كل كرمتها فلا يخرج هذا يقول أنا يتوجه القواعد يقولهم أنا الغالب أخسرت بالرأي البيضة ولا الآخر كيف كيف يرفع الرأي البيضة ناخذ الحل الوسط اللي يحفظ لهذا وذاك الكرامة بتخيل اللي ناخذ الحل بش ناخذ الحل في الويكاند هذا إن شاء الله إن شاء الله ثم عديد المعطيات اللي تشجع على ذلك إن شاء الله أنا دائما متفائل كما قلت كل مرة الفات ولكن نحن لننصحوا به جميع الأطراف السياسية وكونوا يحاولوا يلقوا الحل لأن البلاد ما عاش تتحمل بالكل أي اشتركوا في القناة